بينما كانت حكومات الصينية تعتقى الملايين من الأيغور في مؤسكرة احتقال نازية رد الصينيون أحسنت يا حكومتنا أحسنت الآن أشر مدون في ولاية خوبي أصبحوا كمؤسكرة الاحتقال كما منعت الأيغور من السفر الحر حتى في داخل المدينة صاروا لهم نفس الشيء كانت تفتيش كل الأيغور قبل سفرهم الآن أصبح التفتيش إجباريا على كل الصينيين قبل سفرهم بينما كان الشعب الصين يسب الشعب الهونجون على أنهم جبناء لا يستطيعون خروج بمظاهرة إلا بالأقنعة حتى حكومات الصينية أصدرت قانون ومنعت أن تلبس الأقنعة في هونجون الآن الصين أصبح كل الشخص فيها يلبس أقنعة وبعضهم حتى لا يستطيع أن يجد أقنعة حكومات الصينية أجبرت مسلمي أيغور على أكل لحم الخنزير صار لحم الخنزير غالي جدا وأصبحوا لا يستطيع شرائه حكومات الصينية منعت أيغور من أن يحتفلوا أعيادهم الآن الصينيون أصبحوا يحتفلون بأعيادهم في تواصل الاجتماعي فقط لأنهم يخافون من هذا المرض المعد وقد مكروا مكرهم وعند الله مكرهم وإن كان مكرهم لتزول منه الجبال فلا تحسبن الله مخلف وعضه ورسوله إن الله عزيز ذو انتقام هكذا الدنيا